فأنتم الآن بدأتم يعني هي هاي ثاني محاضرة بس هي المحاضرة الرئيسية بعلوم المتافيزيكس كتاب قوتك الغير منظورة وهو كتاب في غاية الأهمية حقيقة وأنتم أمامكم مشوار عظيم بالمناسبة فأنتم مرة أخرى أنتم يعني لديكم شهرين ونص وأريد أقولكم حاجة أيضا نحن بهذا اللقاء راح نحط يعني نجعل نحط هيك نحن نسميه نحط باللغة العراقية نخلي جدول دراسي حقيقة مهم يعني كم أنت تدرس ونناقش معاكم بس قبل الجدول الدراسي أنتم كيف وجدتم الحصة الأولى خلي نقول تعم بارح لكم العظيم يبارككم جميعا استاذ بصراحة كانت يعني أول ميت اللي نعنزل في علوم المتافيزيكس نعنزل عن كتاب قوتك الغير منظورة بصراحة وايد استمتعنا مع عضو كوني 17 وبدعت في محاضراتها لنا واستفدنا وايد وايد في أساسيات البناء الإيجابي في علوم تحقيق الأهداف وشاركناها في بعض الأسئلة يعني كيف ممكن نحقق أهدافنا وكيف نخليها تتجلنز على أرض الواقع من خلال فكرنا وكيف نتحد مع القوة الإلهية يعني شاركنا في وايد أشياء معاها وفعلا وجاوبتنا على وايد أسئلة سواء كانت أهدافنا مادية أو معنوية أي ومعاني الطلاب بعد شاركوا وايد في أسئلة وجاوبتهم يعني لا لا هي عدة خبرة رائعة بالمناسبة أي ومرة أخرى يعني هي اشتركت بمنهاج سبعة أشهر وكان منهاج فيه عمق يعني حقيقة وأيضا إحنا الآن يعني كما أريد أن أكرر معلش أنت حتستلمون مئة سؤال مع الأجوبة والمناقشات وهاي المئة سؤال في غاية الأهمية حقيقة تعمل لكم أكسلوريشن يعني بدلا ما أنه أنت يعني ممكن تدرس ثلاث سنوات أربع سنوات لا هذا قصر صح فيك نقول فهي مئة سؤال يعني تستلمون أنتم ملف ملف في مئة سؤال ها والأسئلة والأجوبة والمناقشات أيضا تستلموها على شكل فيديوهات أي نعم وهذا يعني يحدث في حياتكم إيكي نقول قفزة كبيرة حقيقة هاي المئة سؤال إحنا جمعناها خلال ممكن ثلاث إلى أربع سنوات يعني يعني أعمل عليها بجهد حقيقة أسئلة في غاية الأهمية أيضا أنتم تكملون المنهاج تستلموها يعني فهي ترتبها الآن حقيقة أي معانا يعني أنا وياها نعمل وهي ترتب الأمور صحيح أستاذ حتى قامت تعلمني يعني وضحت لنا الفاسيات البناء الإيجابي صحيح في حقيقة الأهداف ها قامت القصر الأول والفصل الثاني بعد هي شرحت لنا ثلاثة أصول الفصل الثاني شرحت لنا كيف نجذب الأمور يعني اللي نبغيها وعند كل القوة في داخلنا إحنا صحيح أي يعني عن طريق الفكر والروح وكيف نتعد مع القوة الإراهية أي يعني وضحت لنا وائد أشياء يعني هو يعني أنا شجل يعني الطلاب يعني اللي ما التحق والتحقون فعلا وائد بيستفيدون يعني حتى هال أي اتفضل استاذ هو أكو فكرة بالكتاب انتبوا انتبوا هذا الكتاب هو مش أي كتاب هذا هو هذا ليس كتاب نظري تعرفون يعني هو مو كتاب نظري وأنت تقرأه بتحقيق الأهداف لا أنه قصة حقيقية لسيدة انتبهوا شبابنا هاي سيدة أريد أن أكرر قصتها معلش لأن مهمة أنا أكررها باستمرار بس اسمحوا لي نعطيها بالمختصر يعني هو الكتاب من قصة يعني قصة سيدة هي عاشت أرملة وزوجها ترك لها هي تقول بالكتاب تقول ترك لي بيت ومصاريف يعني تكفيها حتى تعيش براحة لكن هي في أعماقها تقول ما كنت أنا مرتاحة يعني عدها أصدقاء عدها بيت عدها مصاريف بس تقول أنا ما كنت مرتاحة هناك شيء أحس فيه أشعر بالوحدة هي كتب فهي من هناك بدأت تبحث عن السبب وبدأت تقرأ هي بالروحانيات وبالمتافيزيكس فتقول وقع نظري تمام؟ في إحدى اللقاءات على كتاب لتوماس ترورد اسم الكتاب محاضرات أدنبرة محاضرات أدنبرة يعني شون واحد يقول لك أشتري كتاب ممكن الليلة هيكي أتسلة فتقول عندما بدأت أقرأ هذا الكتاب كتاب اسمه محاضرات أدنبرة تقول استمريت بالكتاب ما قدرت أنه يعني هذا مبتع قراءة عابرة فيه عموق ومن هناك يعني لفت انتباهها تأليفات تومس ترورد وتومس ترورد هو في بريطانيا وهي تعيش بأمريكا تمام؟ وقررت يعني بعد هي درست الكتاب ودرست كتب أخرى قررت أن ترسله من أجل أن يقبلها طالبة عنده هذا الكلام يعني أكثر من قبل أكثر من مات سنة الآن يعني ما عندهم مش يعني لا إنترنت حتى كهرباء ما عندهم في ذلك الوقت أي؟ فتقول وحتى المراسلات يعني كانت مش بها السهولة ما أكرر يعني لا فيه زوم ولا إنترنت ولا إيميل أبنى فتقول لكن لحظوا شجاعتها لحظوا قوتها مو هاي دروس عظيمة فليش نقول أنه هذا كتاب تطبيقي يعني حقيقي من سيدة عاشت هاي الظروف وبرهنت بصحة هاي القوانين فتقول رسلته وكيف كانوا يترسلون يترسلون بالبريد ويأخذ ممكن شهر لأنه من يوصل من أمريكا إلى بريطانيا كم يأخذ هذا؟ شهر إلى أن يصل أعتقد ممكن شهرين وتقول أرسلت وما فيه جواب أعتقد قالت إلا بعد شهرين ثلاثة استلمت جواب وفتحة الرسالة وماذا وجدت كأنه خيبة أمل تقول أنه توماس تروورد يعني يعتذر أنه ما يقدر الآن يستقبل قلاب جدد هي هاي رسالة وينصحك أنه تراجعين الكتب هو ما عنده مجال تقول وأنا أحسست أعتقد قالت ما بعرف قالت خيبة أمل تقول لكن مع هذا في تلك الفترة كان هناك في أعماق شيء يعني ينبهني أو يحفزني أكثر أنه أنا أستمر بالاتصال معه لاحظوا هاي قوة السيدة هذه وتقول بدأت أن يعني ترسله مرة أخرى ومرة أخرى أي نعم وأعتقد بعدها قبل أن يستغيفها يعني فقط زيارة لاهظوا فقط زيارة يعني مش قال لها تعالي وأقبلك كطالبة لا زيارة فذهبت إلى بريطانيا زارته في بيته بس بالزيارة تقول وأنا جالسة كل ما أريد أن يعني أقول له أقبلني كطالبة كل ما أصل إلى هاي النقطة يغير الموضوع لاحظوا إلى أن انتهت الزيارة وخرجت هي تقول أنا لم أقول له ما قدرت هو يغير الموضوع وواقفين الأثنين بالباب الخارجية تقول وكأنه أريد أقول له وهي مترددة يعني أقول له مترددة تقول أحسست أنه رقى قلبه شعر وقال لها أنا أقدر يعني هاي المسافة الطويلة اللي أنت أتيتي وحتى يعني لاهظه يعني حتى هو لم يقول لها قبلتك قال ممكن أقبلك بالخريف القادم أبقي على اتصال ما يعتقد هيك قال بالخريف القادم يعني موجود هو بهذا الكتاب قوتك الغير المنظورة رحلتها يعني وكيف بعدها قبلها توماس ستراور فأعطاها وعد أنه يقبلها بس حتى مش الآن أعتقد قال لها بالخريف القادم تقول عندما رجعت أعتقد لأمريكا أو ممكن هي بقت في أوروبا ما بعرف بس على العموم تقول استلامت رسالة وسأل سؤال بالرسالة سألها سؤال هناك آية بالإنجيل تمام آية بالإنجيل وهو سألها سؤال أو طلب منها أن أن توضح شرح هذه الآية يعني هي تكتب له شرح هذه الآية فتقول تقول عرفت أنه مصير قبولي كطالب عنده متوقف على أنني أشرح و يعني تشرحها صحيح هذه الآية تقول وعرفت ها تقول ذهبت إلى يعني قساوس و مختصين بالدين و يعطوني جواب لكن تقول أشعر أنه هذه ليست الأجوبة الصحيحة إلى أن وصلت إلى واحد يعني بحثها لاحظوا عن جواب لي سؤال لأن هي تعرف تقول هذا السؤال متوقف إذا أجيب صحيح رح يقبل فوصل البحث لها ها إلى عالم فلكي أعتقد في فرنسا أعتقد تمام بالمناسب إحنا حتى كتبنا PDF أنا أرسلته للطلاب يعني رحلتها هي كلها اللي أنا أتكلم فيها أرسلت PDF للطلاب فوصلت إلى عالم فلكي يعني أوصل لها الكون أعتقد في فرنسا ولاحظوا أيش حدث انتبهوا أيش حدث بقت عليه الباب فتح الباب هذا العالم الفلكي قال لا تفضلي ماذا تريدين قالت أنا عاوز أعرف يعني البرج بتاعي ها بعلم الفلك أريد أعرف يعني أنا حياتي فنظر إليها قال أنت مش آتية لا لبرج لا قراءة برج ولا شيء بصوا عرف هذا هذا موجود بالكتاب تقول كأنه عرف وأشار لها بطريقة أنه مع السلامة يعني أنا ما أقدر أستقبل تقول أنا عرفت أنه خلاص بعد لأنه قال لها بصورة غير مغاشرة قال لها أنه أنت مش جاي على قراءة البرج تقول وأنا كنت مستعدة أن أخرج وهي يعني أعتقد فقدة الأمل تقريبا وأنا مستعدة أن أخرج عنده قطة أو قط فارسي بحجم كبير قفز من يعني من أحد الكراسي في مكتبه إليها لاحظه لاحظه أعتقد هيك بهالوصف فهو تعجب هذا عالم الفلك مشهور جدا قال هذا تصرف القط غريب هذا ما كان يعمل إلا هناك شيء لاحظه لاحظه الكون كيف يشتغل يعني هو قبول توماس تراورد لها عن طريق هذا القط هي هاي الحادثة هاي مديشة فلاحظه الكون كيف يعني يعمل لاحظه ذكاء الكون ها فقال لها أبقي أبقي لات تروحين أنت عندك شيء قولي لي يعني قولي لي بصراحة أنت لي جاي تقول وواجهته بكل صراحة شرحت له القصة من الأول للأخير مع توماس تراورد لاحظه تقول ووريت السؤال وأعطاني جواب تقول وعندما أعطاني جواب عرفت مباشرة أنه هذا هو الجواب الصحيح ومباشرة أرسلت هذا يعني رسالة رسالة الجواب لهذا السؤال لتوماس تراورد وبعدها توماس تراورد قبلها قبلها الآن هذا جزء ما نكمل القصة يعني لم تكمل القصة الآن باقي هي تحتاج عشرين ألف دولار تقريبا لأن هي تبقى سنتيا في بريطانيا يعني إيجار أعتقد غرفة وهي حتى كانت معها سكرتيرا يعني تقوم بتنظيم عملها في بريطانيا فلازم تدفع لها وإجور أخرى عشرين ألف دولار في بالك الوقت إحنا حسبناها بعملة اليوم هناك مواقع انترنيت تحسب يعني أنت تعطي المبلغ القديم وتكتب مثلا سنة 2019 أو سنة 2020 ويعطي كم يعادل فأعتقد إحنا مسجل المحاضرة أعتقد 2020 2019 كتبنا كنت أترجم وأناقش الكتاب أما أعتقد 2019 فظهر لي الرقم 400 ألف دولار تلاحظون وهي طبقت البناء الإيجابي وفي محاضرات يعني هو في هذا الكتاب كتاب محاضرات أدنبر سطر صلاة علمية لتومس وهذا هايصال جدا مهمة في غاية الأهمية الصلاة تقول عقلي هو مركز العمليات الإلهية فتقول كنت أطبق هذا وحتى تقول كان في يعني في عقلي أعد العشرين ألف أعتقد قالت مائة دولار مائتان دولار في البناء الإيجابي يعني تقول أشعر أنه أنا أمسك المال وأعده مائة مائتان ثلاث مائة أربعة مائة بالبناء الإيجابي وطبعا حتى البناء الإيجابي يعني أنه ترى نفسها هي تعيش في بريطانيا وترى نفسها يدرسها توماس تروارد تمام نعم فتقول وأنا أطبق البناء الإيجابي بدأ بدأ عندي إحساس جديد أنه يعني أنا وصلت هي تقول بحالة تناغمية جدا عالية مع الكون وشعرت أنه فعلا أنا حاصلة على عشرين ألف يعني هيك وصلت إلى هذه الحالة من التناغمية وبعدها حصلت على العشرين ألف أربعمائة ألف دولار بعملة اليوم تصوروا وذهبت إلى توماس سراورد وبقى سنتين في بريطانيا درسها أعظم العلوم ويعني هو هذا الكتاب وكتبها الأخرى لديها كتابين آخرين اللي هو عصولك على أهدافك أيضاً كتاب جداً مهم حصولك على أهدافك والكتاب الآخر كيف تعيش الحياة وتكون في حب معها هي ثلاث كتب ادرسوها فهي هذه الكتب محصلة لقاؤها مع توماس سراورد كانت كانت تكتب هو يشرح وإيه تكتب أي هو هكذا هي هاي الكتب وبقى سنتين درست المتافيزيكس مع أستاذها وهي الطالب الوحيدة اللي قبل بها ورجعت إلى أمريكا واعتقد بقت خمسة وثلاثين سنة اعتقد من بيتها أو شقةها هي كانت تعيش في نيويورك هي تدرس المتافيزيكس أو تستقبل الناس يعني تدرسهم المتافيزيكس اعتقد خمسة وثلاثين سنة بقت وهي معدى صور كثيرة بالإنترنت فقط لديها صورة واحدة مش أكثر ولو تركزون بوجهها عندها براءة عجيبة يعني فهي هاي سيدة العظيمة قصتها فهي قصة حقيقية فهو نقول باللغة نجيزي هذا الكتاب جدا براكتيكال يعني مش نظري اي تمام هكذا يعني ف يعني انت المطلوب منكم انت المطلوب منكم ادرسوه بعمق يا شباب بصوا اقرؤوه مرة مرتين ثلاثة عشر مرات اقرؤوه وهي اختنا ضوكون سبات عشر ايضا عندها التلاخيص هتعطيها لكم اي يعمل يعمل هيك قفزة كبيرة بحياتكم عقيقة هذا الكتاب ولو درستم الكتب الاخرى ايما حصولك على اهدافك والكتاب الاخر كيف تعيش الحياة وتكون في حب معها هذا مهم مهمة هي ثلاث كتب مهمة جدا جدا اي فهو بس لو تسمحي لي من فضلك لو تسمحي لي رجال فهي فيضوكوني سبعة عشر عندما كانت في هذا المنهاج سبعة اشهر هم درسوا هذه الكتب نعم درسوا حصولك على اهدافك ودرسوا قوتك الغير المنظورة ودرسوا كيف تعيش الحياة وتكون في حب معها ودرسوا قوة الوعي ودرسوا العقل العبقري ودرسوا كتاب الثراء يعني درسوا كل المتافز تقريبا حقيقة بسبعة اشهر كل الكتب وكل المناقشات درسوها وضو كوني سبعة اشهر نجحت يعني اشتازت هي وكان عندهم بالسبعة اشهر كل اسبوع امتحان ونهاية الشهر اختبار الشهر الشهر الاول اربع اسابيع اربع امتحانات نهاية الشهر اختبار الشهر الثاني اربع تسابيع 4 اختبارات واختبار الشهر الثاني والشهر الثالث 4 تسابيع 4 اختبارات واختبار الشهر الثالث والرابع والخامس والسادس والسابع هكذا يعني ولهذا هي 100 سؤال أنتو حتستلموها هي حصيلة هذا المنهات 7 أشهر حقيقة هكذا اي عزيز تعمل لك شيء ها استاذ كنت بأضيفة نزين باللي درسناه امس نزين عن تحديد الهدف مع المواصلة والارادة والتركيز اللي شرحتنا لخدوا الكون 17 نعم يعني ربطت اللي درسناه امس باللي صار معاي قبل السبوع نزين لما يعني احنا عشان ندرس بعد مع هالمنهج علوم المتافيزيكس لازم ندرس بعد 3D مع لفتوني 220 صح فأنا ما كان عندي لابتوب يعني عندي كان عندي لابتوب بس يعني قديم وخاربان يعني ما ينفع فقعدت فكرة انا كيف ايه بلابتوب يعني ربطت كلامها باللي صار معاي بس خليت يعني قعدت اقول كيف ايه باللابتوب هل اشتري لابتوب ولا شو اسوي بس خليت الفكرة بالي انزين يعني يومين قعدت فكرة عندي كيف اشتري لابتوب وانا ما عندي لابتوب ولا عرف البرنامج ولا عرف كيف استخدم البرنامج يعني كيف بدخل انا معاهم في هالمنهج يعني فمنجرد اني خليت الفكرة في بالي انزين ولا اشوف يعني يوم الثاني بنتي داخل علي اقولها انا قعدت فكرة اشتري لابتوب يعني بس ما عرف يعني كيف يعني ولا عرف البرنامج قالت ليش تشتري اللابتوب خذي اللابتوبي واستخدمي هاللابتوب حل بك أنت أفكر يعني كيف يعني أنا ما عندي اللابتوب يعني حسيت أني ربطت كلامها باللي صار معاي أنه أنا يعني يدني اللابتوب حصلت على اللابتوب بدون أي مجهود بدون حتى ما أشتري وحتى البرنامج اللي أنا ما عارفه قاعدت معاولدي نزلي البرنامج كل شيء بسهولة مجرد يعني أنه أنا فعلا أبي أدرس هالمنهج أبي أدرس أبي أعلم أي طبعا يعني فعلا شرط أن الشي تحقق بكل سهولة صح يعني بدون ما أنا أتعب ما أتعبت ولا شيء لا في تنزيل البرنامج ولا في حصول على اللابتوب أي فعلا كل شيء بالبناء الإيجابي يعني والإرادة والتركيز آه غريب أكو شيء أكو شيء أشاركه معاكم هذا في غاية الأهمية أنا أريد أقولكم هذا الشيء يعني هو في مسألة تحقيق الأهداف الكون كيف يشتغل عندما ترى أهدافك في خدمة الناس يعني مثلا إذا شخص عاوز يحصل مال هو الكون يعطيك بس أنت إيش عاوز من المال يعني هي الأمور الأمور كلها في الخدمة عقيقة لاحظوا عندما تصعدون نفترض يعني للمستوى العاشر زعماء وزعيمات الأكوان زعماء وزعيمات الأكوان انتبهوا بالمستوى العاشر تركيزهم وأفكارهم كيف يقدمون خدمة للمستويات التاسع والثامن والسابع بعدهم مصلحة إلا بتقديم الخدمة يعني لو ألتقيك بعد مليون سنة وهذا درجة جدا مهم بهذه علوم تحقيق الأهداف عندما تضع مسألة الخدمة أنه أنت هاي العلوم تدرسها فكر كيف تخدم الناس هو بهذا تحقيق الأهداف يشتغل حقيقة فهي جينيفا في بيرن لماذا حصلت على عشرين ألف دولار لأن هي نواياها لاحظوا هي مش نواياها تقول أنا عاوزة أشتري بيت من أجل أن أجلسوا أرتاح فيه لا الخدمة الخدمة يعني هو في ذات العقل الكوني طيب مثلا انتبهوا الآن نأتي إلى عواننا الكونية بالمستوى الخامس تمام كائنات الاندرومدن والكائنات الكونية الإسودية ما هو هم ليه مشغولين كثير بنا ما هو يقول لك إحنا عندنا القصور وعندنا مركبات كونية هم ليه نازلين للأرض ويتصلون معاك ويقول لك صلي اعمل كذا واعمل ونصلي من أجل الأرض لماذا ما هو يقول لك أنا مرتاح يقول لك أنا ليش أتدخل بالأرض ما يقدرون لأنه الخدمة في أرواحهم وأنا شاركت حديث يعني مع قالب أريد أشاركه معاكم مرة أخرى زعيم الأكوان عندما تذهب إليه ما يقول لك أنا زعيم إذا يقول لك أنا زعيم أو ملك هيسقط من الملوكية عوائلنا بالمستوى الخامس إذا تذهب ما هيقول لك أنا ملك الإسوديين لا لا أبدا إذا يقول لك أنا ملك إسودي يسقط من الملوكية لأن هذا غرور تعرفون زعيم الأكوان والكائنات الموجودة بالمستوى الخامس الكائنات الموجودة بالمستوى الرابع هل كانت موجودة بالمستوى الثالث كلها بنفس المستوى فهم يعني بالمستوى العليا ما عدهم زعيم تعرفون خطأ هذا احنا احنا جاينا نسمي نقول زعماء الأكوان وزعيمات الأكوان هم ما عدهم ما يصير يعملوها أبدا إذا قال أنا زعيم يسقط من الزعامة وهذه في قمة يعني العلوم الروحانية يعتبروه غرور ما يقدر يعيش فوق الكائن فزعيم الأكوان ما عدهم زعيم هذا يعني اقصد الفكرة طيب ماذا عندهم الخدمة هو هكذا فقط يخدم يعني العاشر يقدم معلومات يقدم خدمات العاشر يقدم معلومات خدمات للتاسع التاسع يقدم خدمات معلومات للثامن الثامن يشرف على السابع السابع يشرف على السادس السادس يشرف على الخامس الخامس يشرف على الرابع الرابع يشرف على الثالث وهكذا بهاي العلوم أنتم عندما تدرسون فكروا كيف تخدمون فقط عندما تفكر كيف تخدم بعد لا تكترث لا مال ولا شيء هو الكون يوفر هاي قاعدة قانون أزلي لو ألتقيكم بعد مليون سنة وأسألك أقول لك ماذا استنتجت من خبراتك بالمليون سنة هتقول أن أخدم فقط ولهذا عوان الكونية ما عدهم مصلحة هو ما يفكر أنه يعيش بقصر لا هو عاوز يحرر الأرض ولهذا دائما هم موجودين ويصلون من أجل الأرض السادس مش يفكر السادس يقول لك أنا أريد أبني قصو لا السادس عاوز يحرر الخامس والرابع والثالث زعماء الأكوان مشغولين بتحرير الأكوان وهكذا إحنا ما هو دورنا أيضا أنساهم أنت من موقعك أنا من موقعي وكلنا بنفس المستوى ما فيه طالب ومعلم وما فيه معلم أفضل من طالب أبدا مش موجود كلنا بنفس المستوى كلنا زعيم كوني قائد سودي قائد ندروميدان فلح بالأرض من السودان من العراق من الصين قائدة كونية زعيمة كونية كل واحد وهكذا هذه هي الطبيعة الكونية تعرفون أي وهذا درس جدا مهم أصلا هي هذه العلوم الروحانية اللي عاوز يدرسها واللي يتخصص فيها أن يخدم حقيقة وإذا تريدون أعلى بس هذا جدا عالي هذا اللي راح أقوله هذا جدا عالي الخدم حتى أنه ما بتفكروا بمقابل لا تفكروا بشكران ولا بتفكروا بأي شيء بس هذا عالي جدا هذا مو بسيط أنا أقول لكم يا أمي